كتار من المستمعين عم يتصلوا بدون يحكوا مع ريمي عم نحاول نستغل الوقت بقدر الامكان ونسمعهم صوتهم وتسمع أصواتهم ريمي في معنى اتصال هلأ لقالك بتشوفي مين معك على الخط؟ نعم ألو مين عبي يحكي؟ شكري شكري شو؟ نعم البابا شو اسمه البابا؟ مارون مارون في النهاية نيحا مارون في النهاية كتير؟ ايه وانت مثله طالع؟ ايه لازم تكون مثله؟ ايه وأنا بحب أغليكة مرسي كله ايده وانت بخار مرسي قديش عمرك؟ خمس سنين لعمر كله مرسي باي بدي أسمع منك طف والناس اوكي هلأ منسمعك الناس سوا طيب اذا منتبع حديثنا مع ريمي ريمي بعد ما تعرفنا منيه على البابا بنا نتعرف عليك اكتر بنا نعرف اصحابك الصغارية اللي عم يتصلوا فيك عليكي عن الاشياء اللي ما بيعرفوها انت الكبيرة بالبيت ما هيك؟ نعم كم ولد انتو؟ اوه كنا طليتي بس خاي الكبير سي فارصلنا اتنين بالبيت صرتو اتنين الله يخليكم لبعض كون مرسي شو اسمه خايك الصغير اللي كبير؟ فادي فادي اوه والصغير اسمه روني ما هيك؟ نعم عا اسم بايك عا اسم بايك اوه بابا روني بندلي والمما قالنا اسمه هودا نعم وقالنا البابا كمان انو مما بتحب الفن تعزو في بيانو وبتكتوب هم؟ نعم بتكون معك ديما بحفلاتك بتهتم فيكي؟ نعم وانتي لما تغني وتخلصي بتسأليها اذا كانت الاغنية حلوة ونجحة او بتسألي البابا؟ بتسألهم اتنيني تون اتنيني تون اتنيني تون رأى مين بهمك اكتر؟ لا البابا يا انا البابا اللي بيشتغل اهه ما بدت تزعل الماما عم تسمعنا هلا لا عم تضحك مازالت طيب روني خايك اصغر منك عم نشوفه معك باعمالك الجديد بيعجبك روني على المسراح؟ نعم وبتحسي انه رح ينجح مثلك ويصير عنده اغاني يحبوها الولاد الصغار نعم صار عنده كتير اصحاب و وعنده اغاني عنده اغاني طيب ريمي انت بما انك اكبر بتسعديه لحتى يحفظ دوره ويقدر يقوله ويغني منيح او لا ما بتهتميله بلا باهتمله بس هو ما بي بدي طلع غير مش عالوقت بقل له انطور شوية بس بس انطور شوية بيضل مستعجل اه بيضل مستعجل انت بتحب تدقه بالمواعيد ما هاي نعم اه ها حلو كتير روني بدي اسألك عن الفرق بين ريمي وروني صغير هلا اكيد روني بتدى جديد شو بتلاحظ فرق بين بداية ريمي وبداية روني طبعا كلمة بداية مرتبطة بالظروف اللي بتسمح لك البداية بالطبع بقى ريمي ظروف بدايتها تختلف عن بداية ظروف روني وانما روني اه بدر اقول شغلي كتير مهمة عنه انه بيوعد كتير مش لقني بيو بس لعم بحكي من الوجهة الفنية بيوعد كتير بحس انه اه كله فن اه كل شيء كل شيء بشده يعني اه يعني ما بعرف اه وبرضو متروك اللي عم بيشوف روني يعني كمان يقول بتصبر اه هيك عم تكون ردة فعل الناس اللي عم تشوف روني الصغير على المسرح كيف عم مشدود خاصة بالعمل الاخيرة شفني بقى بداية روني عم تكون بداية اه بلش دغري على المسرح مع ريمي تختلف عن بداية ريمي بتماها سبق وزا نتذكر كلنا ريمي بلشت من برنامج بالتليفزيون مع ستماها سلمة وانتقلت بعدين مسألة لبنان وبقى بدايتها تختلف عن بدايته وانما روني بيوعد كتير 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 ولاحظت انا فعلا انه عنده ميل فني قوي كتير ومواهب ظاهرة مثلا وصيل بده ضغري ورقه وقلم بده يرسوم وبعدين عنده شخصية كتير قوية يعني ما بيقبل انه نقول انه ريمي اخته انه هو خيلاء هي اخته نعم اختير عنده شخصية وبعدين بعتاد انه ممثل كبير ممثل كبير مثل كل الولاد هالجيل بسم الله طيب بتتوقع له انت نفس نجاح ريمي يعني طبعا هلا كل انسان عنده نكهة بعطاءه ما فيني يقول وعد له نفس النجاح يمكن بالمدمار اللي هو بده يتقنه بالمستقبل بتهيق لانه لازم يعني مجارد ما يتقنه لازم يتميز فيه مثل ما ريمي كمان عم تحاول تاخد خطلة تتقنه وان شاء الله كمان ده المستمرة بالتميز وروني مت ما قلت لك بيوعد بيبقى كمان اللي بيحضنه ويلي بيهتموا فيه مش بس يعني بيو على امل انه يكتروا اللي بيهتموا يعني يشوفوا وين اللي بيقدروا يفجروا هالطاقات الموجودة عند روني متل ما كمان هالطاقات الموجودة عند ريمي روني بدنا نسمعك هلأ انت وريمي بياغنية ديو شو بتقولي روني بالريمي بالاغنية شو بتقولي له بابا شو بيقلك ما بيرد عليك ما بيرد عليك لعني بكون كتير مشغول بتعرفي اليوم البلد كله عم بيمر بأزمة اقتصادية كبيرة كتير ويمكن كان لازم كمان الولادي يحسوا شوي مع الاهيلي وهذه الغنية صايرة لتعكس الحال اللي موجود بكل بيت على امل نكون قدرنا صورنا هالوطع بالفعل هذة الاغنية بتفرجي نقديه الطفل اللبناني عم بيحس بالمشاكل اللي حواليه بابا بابا شو رد علي يا بابا حكيني بس يا ريني تركيني تركيني بابا بابا نعم حكي لحكاية تسليني تسليني دعباني كتير ما فيني ما فيني بابا امر ليش يا بابا محتار مفيشي مفيشي شايفتك قاعد عنا ايه بسيطة بسيطة خبرني ليش شو صار وصل كهربة وقجار نتفع طالع ديني طالع ديني بابا بس يا ريني تركيني تركيني عرفتك ليش انت زعلان نشكر الله نشكر الله ما فيشي إلا غياء قول اسم الله قول اسم الله ترحى معا ايام زمان ايه والله ايه والله ما تنسى تفعل السمان سمان لاش هلا تذكرتيني تذكرتيني بابا بيكفي حاجة جري بابا برداني روحي تدفي بابا ايه والله دو واختيني دو واختيني يا الله شو هالحياة ما في خود دايما هات يا الله شو هالحياة ما في خود دايما هات طيب خود شو هيدا صلح لي يا سكربيني 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 بابا الله يطولك يا روح بابا روحي لعبي مع خيك بابا كلمة تانية بروح بابا رمي بزعل منك بابا ما تزعل انا بحبك بابا ولو يا بابا بابا قول اللي بقلبك بابا كرميلي بابا كرميلي رمي دايما هاك البابا بيعزبيك ما بيرت عليكي ما بيعزبني ما انا بنقل وقت لما بيكون مجعول لبابا او بتيجي انت بتيري تنقع ليه بابا يا بابا اي بصير قل له احكيه لقف يعني انت بتعزبيه بالنتيجة نعم حلو كتير وبتحبي انه الولادي عزبوا اهلون شو بتقولي لون عزبوا اهلكون او لا ادوا عقلين لا ادوا عقلين بس انت ما سمح لك اتعزبيه معليش اي انا انا مش ما سمح لقالي انه عزبوا هي ان اذا عزبت بصيروا كلهم بيضيقوا اه حلو كتير ما حلو انه عزب حلو لا كان منقلهم كلهم اعدوا عقلين هلا ايه ما تعزبوا اهلكون خاصة خلصة المدرسة نعم خبريني خلصة مدرستك انت نعم شاطرة بالمدرسة نعم شو كانت نتيج ديك اخر السنة نجحتي او ما نجحتي نجحت نجحتي ع اي صف طلعتي عال عالديزيام عالديزيام برافو يا شاطرة روني هالاغنية اللي كنا عم نسمعها قبل شوي تصورت بالاردن على ما اظن نعم اول مرة نزاعت يعني كانت كنا وقتها بالاردن رميكت عم تقدم بمركزها وقتها دعوية دعية لهونيك لحتى تشارك اطفال الاردن ووقتها كمان كانت من جملة الاغاني اللي قدمتهم رمي بالاردن قبل ما نحكي عن الاعمال يلي حققتها رمي خارج لبنان او بلبنان بدك تخبرني مين الاشخاص يلي مع رمي ومعك لان الملاحظ انه كل الاعمال رمي بتتنسق وبتتحضر وبتتنفذ بمنتهى الدقة على كل الصعود خاصة اهلميا هل في لجنة عم تهتم بريمي اه طبعا احنا يمكن اه بجوز بلبنان اصلا ما تعودنا اه فعليا انه يكون في انه يكون في اه 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 مثل ما بقوله وراء الفنان اشخاص اه يمكن على يرحمه استاذ عاصر راحباني يفكر بهالموضوع وكان اه حوالي اشخاص ومستشارين اليوم اه لانه رمي بتشكل بتمقلنا اه اه مسئولية وطنية اه ببقى مسموح لروني بندني او لاي شخص منفرد انه يقدر يعني يتصرف اعلاميا او يتصرف حتى فنيا اه لوحده لازم يكون في استشارات وهيدا موجود عند كل الفنانين بالعالم اه هلأ الفكرة المحبين كتار واللي كمان عم بيمسندونا كتار بدر اسكر بس اه منن اه استاذ ميشيل خطار يلي عم بيهتم بالعلاقات العامة اه والمحامي الاستاذ رفيق جبوري اللي عم يتولى الامور اللي بتتعلق بالاعمال المباشرة بيننا وبين الاشخاص اللي بدأت ننجوز عندهم اعمال بالاضافة لأستاذ وصيم طبارة يلي حاديا اخذ على عدو اعمال وهلا بعد شوية بنحكي عنا مطولا اه يا ريت انه الكل بيفكروا بهالطريقة وبيقتدوا فيكن لان بفتكر انه هيك الانتاج الفني بيصير اقوى وبيوصال كامل اكتر للناس ما بقود في انتاج عشوائي متل ما عم بيصير كتير بالقيام ما في شك هاي دي ناحية انا يعني بلح عليا لكل فنان لحتى يبقى هو يعني فنان ويبقى الامور التانية تاخدها ناس اقتصاصية لحتى تحميه وتساهم معه وتساعده وتسهله كل تطلوعاته طيب رونيل ملاحظ كمان انه كل اعمال اللي رميه متقنة ادي عادة بتاخد وقت لتحضر العمل من اي نوع كان وبيكم مرحلة بيمر قبل ما تقرروا وعرضوا ويشوفوا الناس او يسمعوا طبعا الغنية لا نحكي عن الغنية قبل ما نحكي عن غير شي لانه طبعا رميه بتغني الغنية عند رميه بتمرق بمراحل كتير تحضيرية اول شي واتا يعني ما نفكر بموضوع معيما نطرحه ونشوف زكاها الموضوع بيعاكس صح على رميه كطفل اه على الطفل اللبناني اه وعلى الطفل بشكل العالمي يعني انه كان طفل اه بنرجع بعدين نشوف المضمون بعد ما يعني ان نلزم هالموضوع لشاعر اه الكتابة بتكون تقريبا كتابة مشتركة طبعا اه بتبلش من فكرة وبتمتهي بعدين انه نتناقش عليها ونشوف ابعادها والمرحلة اللي بعدها بتكون مرحلة التلحين اه يلي بنفس الوقت اه خصوصا يعني هدى يلي بتحرص على انه تسمع مسلا هالانتج كيف طالع اه بتنتبه على محلات اه العلاقة بالايداء اه بالاضافة لانه اه بس تخلص التلحين تنتقلها مرحلة استوديو لتتسجن اه طبعا هنده كل هالمرحلة هايدي بتكون اه رمي مواكبتنا بدون ما انا تحس انه هي عم تتمران او عم اه هيدا ومواكبتنا لانه كل شغلنا عم بيصير بالبيت اه وطب تتحضر كل هالامور هايدي بتكون عند رمي صارت جاهزة لانها تتغنية وفعليا اه بتنزل الغنية لحتى بتتسجل من بعد ما تتسجل كمان بتمر بي 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 بطبعا بمرحلة السمع لحتى نعمل انتقاد وازا كان في شي اه 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 في الدقي عادي فين عاد يعني هيدا بالنسبة لمرحلة التحضرية قبل ما تخلص الغنية بنقول انه لحنا سجلنا غنية لريمي اه ميشيل خطار كان هون قبل بداية المقابلة عم بيخبرني انه رمي بس اه تكون عم تتمرن على اي اغنية بس طغلط بتوقف وبتقول نشزت وبتنكرز من حالة اه شو رمي خبريني عن حالك نعم بتقول هيك بتقولي هيك طيب اي اغنية البابا عطك ايها او بلا اه علمك ايها بتقوليها وبتحفظيها او بتعطي رأيك بتقولي لو لا ما عجبتني او بتقولي عجبتني وحبيتها انا انا لو ما عجبتني بحبها اذا عجبتني بحبها ولو ما عجبتني بحبها بتطني بحب الايها بجميع الاحوال بتغنية وبتحبية كل شي كل شي ما انا اه ردولي بايتي ما كنت بدي سجلها يا ان اه بس اه عرفت انو لازم غنية يا ان كل البلاد اه لازم ترجع ايه بس في ناس معهم بتحزنني وببكي لما بسمعني يعني فعليا وقتا كنا عم نسجلها طلبت مني انو بابا انا هدي الغنية بتبكيني يعني ما بدي غنية قلت له بابا في كتير رفقات غيرك انت اليوم عندك بيت بس في كتير رفقات غيرك ما عندهم بيت بقى بدنا نسجلها حتى كمان نوصل صوتنا العالم وهيك الحقيقة قدرنا انجازنا تشجيلها وغنتها بمنتهى الصدق شفناها كلنا تليفزيون وفيديو طيب ريمي اه غنيت انت اغاني حزينة كل اغاني الحزينة بتحزنك يعني في منهم ما بيحزنني بس في منهم كتير ببكي في اشي بتحسي فيها اكتر اي نوع انت من الاغاني بتفضلي اي نوع بتفضلي الحزينة او الحلوة والفرحة الفيا فرح لا الفرح والاشي هيك اللي برتاح علي والاغاني اللي برتاح علي اسمعناك اخر شي عم بتغني بلدي يعني عم بتقولي ميجانة وعتابة عم بتقولي اوف بتحبي كمان هاللون هيدا حبيتي شو اسمها الاغنية بتتذكري يا امر يا امر وهالاغنية هاي بيشاركك فيها روني ما هيك نعم روني بتقلنا بتقرب بتقلنا على الميكرو روني عم يتشيطن شوي بستوديو اكيد على المستمعين سمعين هيك شوي تضجي بتقلنا شو كنت تقول بالاغنية روني كنت تقول انه عبغسل وجه عم مش تشارك شو بتقلك هي ريمي شو بتقلك قبل ما تقلها هيك انت برافو برافو يا شاطر يا روني موسيقى 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 اليوم بدنا نستفيد من فرصة وجود سيدة بلئيس او الخضوط الصداوي الشعرة والقديبة معنا و جدة ريمي اهلا وسهلا فيك موسيقى 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 الهيئة انه ريمية بتنتمي لعائلة فنية اصيلة يعني على الميلتين مش بس من ميلة ولدها ولدتها وولدت ولدتها سيد بلقيس بتخبرينها شوي عن نفسك انه من الصعب جدا ان اتكلم عن نفسي وبهذه السهولة يعني قدر المستطاع افضل قبل ان اتكلم عن نفسي بل ارفض ان اتكلم عن نفسي عندما صعدت ريمية بالصورة التي كلنا نعلم في ذلك الوقت كنت عانيت واعاني من احسيس تتفاعل في نفسي وكانت تتفاعل بعمق مما نتج عن هذا قصيدة كتبتها يعني في في المرحلة الاولى التي صعدت فيها ريمية تلك الاشراقة التي كلنا نعلم عنها الكثير اكيد كانت مرحلة مهمة جدا من نسبة لك فهذا ما سمحت فحب ان اسمعكم هذه بكل سرور تفضلي انشودة ريمي بندلي وسجدت يأمرني الولوع وسناء سحرك في الربوع حين استويت مليكة سناء والذي من الارضبع والكل حولك في خدوع عند الامين بقصره وعلى المنصة والضلوع سلم الامين بعزة سلمت لسدته الضروع غنيت لا يا مهجتي صليت في وهج الجموع وسجدت حمدا للسماء لله في وله خشوع أغمطت واشتد الهوى همهمت يحفظها يسوع ريمي أيا أنشودة عن شدوها بطل الرجوع نغم على أوطارها روني روني تفرد في النبوغ وهدى بدور يا لها ما فاتها أبدا بزوغ أمرا وأمرا منيتي ما شئت من طلب نصوغ نصوغ أفتنت هذا الكون لم تصل البلاغة والبلوغ إدوار جدك عالم سلاف سلاف لألوية تسود ما ثلث عقد عمرها هلت فأذهلت الوفود سطعت كشمس في الورى لمعت وما عرفت حدود حسب الطفولة قبلها لعبا لها قفص سدود سطعت كشمس في الورى لمعت وما عرفت حدود الله رحماك أنت إلهة يا عزتي وبك وبك الخلود الطفل يسأل الطفل يسأل من أنا الطفل أدركه الوجود أبشر لأنت هو الصهى وعلى محياك الوعود نسجت يداك حبيبتي للطفل للأمل الولود عرشا له مهاج له في كل عامرة جنود إياك الثم مفرقا أم جفن عينك والخدود عينك 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 من يصف السماء سواهما قدر وجود إياك إياك الثم خصلة من طيبها أرجو الورود ثوبا تدلى مرهفا يا رقة صحرت أسود أمع صميني دمالجا وجها له حصن ودود ماذا أقبل يا هنى عمري ويا وترا وعود ماذا أقبل فيك لا أدري يدي غمر تورود شكرا شكرا